في الحديدة وحيث من المفترض أن هدنة تسري هناك يقصف مصنع ومستودع في منطقة كيلو 16 بقذائف الهون المستودع الذي لا يحتوي إلا على الكتب والدفاتر المدرسية استهدفته ميليشيا الحوثي ما أدى لإحراق كل ما فيه بالكامل عشق ميليشيا الحوثي بقصف صنع جمسان الذي يحوي على كتب دراسية ومما أدى على هذا الحريط يعني ميليشيا الحوثي تقوم باختراق الهدنة وهذا ضمن الخروقات عن أي هدنة يتحدثون ميليشيا لا لها عهد ولا ميثاب ولا تتفق بعهود آلاف الكتب التي أتلفت حصيلة هذا الاستهداف لم تكن الأولى ولا هي أكبر خسائر هذا القطاع في المحافظة فبحسب منظمة اليونسيف أجبر العنف أكثر من ثلث المدارس في الحديدة على إغلاق أبوابها وفي المناطق الأكثر تضرراً من المدينة يتمكن طالب واحد فقط من بين كل ثلاثة من مواصلة التعليم فضلاً عن غياب المعلمين وانقطاع رواتبهم فبحسب إحساءات المنظمة لم يتبقى في المدارس سوى 25% من العدد الإجمالي للمعلمين تدمير البنية التحتية بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص عملية ممنهجة تهدف لها الميليشيا من حلال قصفها للمدارس والتمترس فيها وفي حال أجبرت على الخروج منها تتركها مليئة بالألغام والعبوات الناسفة فضلاً عن عبثها بالمناهج وتغييرها على أساس طائفي ما يحرم بحسب الأمم المتحدة أكثر من 60 ألف طفل من المدارس في الحديدة فقط في حين قدر عدد الأطفال خارج المدرسة بمليون طفل لمختلف المحافظات